احتاج فيه كبايتين سكر كباية مية نصف لمونة وربا معلقة صغيرة فانيليا هنروح بيهم على النور هنحط كبايتين السكر معهم كباية المية ونقلبهم ونسيبهم يغلوا مع بعض اول ما يوصلوا مرحلة الغليان بشير الريم اللي تكونه على الوش وبنزل بنصف اللمونة والفانيليا وقلب كويس وتابع السواب تاعه هنا انا عايزة اشوف وصل لدرجة السواب المطلوبة ولا لا باخد معلقة واستنى بس تتهدى شوية علشان اقدر احط صباعي فيها واختبر درجة السواب بتاعها ايوة هنا كده بصوا معايا شايفين الخيط الرفيع اللي بيتكون ده انا كده المطة الصغيرة اللي حصلت دي يبقى انا كده وصلت درجة السواب المطلوبة انا لو شلته من على النار دلوقتي كده بعد ما يبرد هيبقى الشربات التقيل البارد اللي بنستخدمه للكنافة والجلاش كمان شكرا للم partنة